مشاهدين عن نوح دلوقتي المجز الأهم وآخر العباء مع دينا تفضلي يا دينا شكرا لك بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بآداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن القصيرة تيلة لدراسة التوسع في زراعته مستقبلا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والزراعة حيث تم استعراض نتائج تجربة زراعة القطن القصيرة تيلة بشرق العوينات وهو النوع الذي يعدل أكثر طلبا واستخداما بسوق العمل وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الإسراتيجي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي والتوسعات في الأراضي المستصلحة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وتعمل على تيسير جميع الإجراءات لإقامة اتثمارات صناعية في المجالات المختلفة وأضاف مدبولي خلال استقباله وزيرة الالتجارة والصناعة أهمية تدفع الصناعة خلال الفترة الحالية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وتعميق التنصنيع المحلي وزيادة الصادرات قالت الأمم المتحدة أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية يثير تساؤلات الجردية بشأن جرائم حرب محتملة مؤكدة أن أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة وقال الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش إن صور القتل المدنيين في بلدة بوتشا أصابتوا بصدمة شديدة داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ليفضي إلى محاسبة فعالة ومن جانبه ذكر مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية أن هناك انتهاكات قطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في بلدة بوتشا مشيرا إلى أن حوالي 300 جثة دفنت أو دفنت في مقابر جماعية طالبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اليوم لمناقشة مواصفته بأنه استفزاز من قبل عناصر مسلحة أوكرانية في مدينة بوتشا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن طلب موسكو عقد اجتماع لمجلس الأمن يستهدف منقشة لمحاولات كييف تخريب محادثات السلام وأوضحت زخروفا أن اجتماع مجلس الأمن يهدف للرد على استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا وأن الهدف التالي لأوكرانيا هو تصعيد العنف أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية صباح اليوم يأتي هذا في الوقت الذي سمع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا بينما قالت تواسع الإعلام أوكرانية إن انفجارات سمع دويها في مدينة خرصون جنوب البلاد أيضا أو في السياق ذاته أعلن عمدة إقليم سومي شمال شرق البلاد عن انسحاب كامل للقوات الروسية من الإقليم لقي نحو مائة مهاجر مصرعا في الميات دولية بالبحر المتوسط على متن قارب مقتز ووصف المفاوض السامي أمم المتحدة في ليبو جراندي الحادث بالمأساة وأضف جراندي أن أوروبا أثبتت قدرتها على استضافة أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية في غضوظ ذلك شددت منظمة أطباء بلا حدود على أن الذين تم إنقاذهم بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة ورياضيا تأهل الأهل إلى الدور الربع النهائي بدور أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الهلال السوداني بهدف النظيف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا سجل هدف الأهل والمباراة الوحيدة اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الخامسة والسبعين الفوز رفع رصيد الأهل إلى عشرة نقاط في المركز الثاني ليتأهل لدورة ثمانية رفقة سانداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 16 نقطة نهاية مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظتكم الاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر